اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف من رشد الزياني وزير الخارجية في مدينة ووشي الصينية مع معالي أسير وانجي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك بمناسبة زيارة رسمية التي يقوم بها سعادة وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية الصديقة بناء على دعوة من معالي مستشار الدولة وزير الخارجية الصينية وخلال الاجتماع رحب معالي السيد وانجي بوزير الخارجية معربا عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية الصين الشعبية مشيدا بما لقيه خلال زيارته لمملكة البحرين في شهر مارس الماضي من حفاوة وترحيب وقد كلف معالي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية سعادة وزير الخارجية بنقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس الصيني إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بما يربط جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين من علاقات صداقة تاريخية وتعاون ثنائي في ظل الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في كافة المجالات مؤكداً اهتمام الصين وحرصها على تنمية وتعزيز التعاون ثنائي مع مملكة البحرين وبما يخدم المصالح المشتركة معرباً عن ثقته بأن الصداقة الوثيقة بين البلدين سوف تتطور وتزدهر على مر الأيام متمنياً للمملكة المزيدة من التقدم والازدهار من جانبه نقل سعادة وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلال عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنيتهما للشعب الصيني الصديق بدوام النماء والازدهار وأعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره وتقديره لمعالي سيد وانجي على دعوته الكريمة معرباً عن تقديره لما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين من تطور ونمو وأكداً على أهمية تطوير وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مسويات أوسع وشراكة شاملة في مختلف المجالات لما من شأنه تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين مشيداً سعادته بما تبديه الحكومة الصينية من رغبة في تعزيزه وتقوية التواصل والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين متمنياً للصيني وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين واستعراض الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والثقافة والفضاء وأمن المعلومات كما تم استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه دولها إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر